مدي اما فريق صعب ولا فريق سهل؟ لا اوه بصراحة فريق سهل وفريق في المتناول بس اكتر حاجة تخوفك من الفريق العشوائي فريق عشوائي بشكل جيد جدا ارتجالي علق الكرة ويجري وراها فريق ما تفهمش ليه شكل او نمط وده مع الارضية السائقة ممكن يعمل بشكل النادي الاهل بس بصراحة شديدة مفيش حجة للعيب النادي الاهل انهم ما ما يعملوش نتيجة ايجابية لما نيجي نستعرض بعض الحالات هتشوف ان الفريق ده عنده مشاكل كتيرة جدا دفاعية وبيهاجم من غير طريقة معينة هنا مثلا دي مباراة انا حاولت اجيب المباراة بتاعة يونج افريكا زوي مدياما اللي كانت موجودة في ارض مدياما علشان خاطر نشوف الشكل او الفكرة اللي هو ممكن نعاو بيها احنا هنمشي الفريمات زي ما هي ولو في حاجة نقول نقف هنا زي ما انت شايف فريق مدياما بيحاول يحضر الكرة الرجل على طول كل اول قرار دايما عندهم ان هما بيطلعوا على الاطراف ويلعب الكور العالية للعيب اللي مشي اللي هو كان اخطر لعب موجود عند مدياما اللي مشي راح بني غازي فرقة في ليبيا لعيب رقم 3 الكرة دايما بتتلعب له راجل اللي بيجري وراها راجل حارس تعيانجا افريكانز هيجي وهيوم يطلع الكرة هو ده الشكل على طول اللي هما بلعبوا به بلعبوا دايما على الاطراف نشوف الكرة اللي بعدها على طول هتلاقي ان هنا بقى عاوز اقوليك حاجة بص الوقفة بتاعة مدياما في منطقة الجزاء راجل رقم 2 كسره الوفسايد والدنيا احلى حاجة في الدنيا يعني كل واحد هنا واقف بطريقة عشوائية بشكل كبير وده اللي مفروض يلعب عليه النادي الاهلي بفرقة دي عندها مشاكل كبيرة جدا في التمركزات نكمل في الميته احنا نتكلم ده الهدف في الهدف يونجا افريكانز كرة لعبة مستعدة كبير جدا من اللعابي لا ده مش هدف الجيد عدد كبير جدا من لعابي مدياما جوة 18 وفي نفس الوقت برغم موجود ثلاث لعبة بس من يونجا افريكانز وقدروا ان هما ياخدوا الكرة نكمل الحالات واحنا بنتكلم مفيش مشاكل دي كانت هاجمة برضو موجودة على نادي مدياما نفس الكلام هنا عاوز اريك بقى بص الوقفة بتاعة لعابي مدياما بتشوف راجل رقم 14 هو اكبر صغرة انا بشوفها موجودة في نادي مدياما لان الراجل ده على طول اول ما هما بيجي حضره الكرة من تحت بيطار البكين فلو الكرة تقطعت منهم في وص ملعب فيه مساحات كبيرة نكمل الحالات واحنا بنتكلم كرة هنا تقطعت ده الهدف اللي احرزه نادي يونجا افريكانز في مدياما راجل زق بالكرة ما فيش اي حد بيضغط عليه بسبب الارتداد الضعيف من لعبي مدياما وراجل بيسدد هدف التعادل اللي جابه يونجا افريكانز في المباراة اللي كانت بتتلعب في غنى نشوف الحالة اللي بعدها كمان عشان اوليك الناس دي ازاي بتطلع بالكرة وعندهم عشوائية كبيرة جدا زي ما انت شايف هنا تمركزات سيئية جدا باك ليفت رقم 14 اصلا مش متواجد مساحة كبيرة جدا بينه وبين السنتر باك نفس الكلام هنا زي ما انت بتشوف بصة كريم مفيش لوقفين على خط واحد ولا الناس وقفة جنب بعض ومساحات كبيرة جدا مفيش حد ماسك احد الراجل بتلعب نكمل حاله احنا منتكلم اللي هتلعب للرجل بتاع يانج افريكنز المميز جدا واللي هنتكلم عفوا على اللاعب الهافلفت بتاع نكمل الحالة الراجل هيجي يرقص وكانت كرة خطرة جدا ليانج افريكنز فاحنا بنتكلم هنا ان النادي الاهلي اول ما يقطع الكرة لازم يطلع على طول على الاطراف معانا حالة كمان عاوز اقورها لك على الكور اللي بتتلعب دايما هم الشكل بتاعهم عامل ازاي زي ما انت شايف هنا الراجل بيحاول حضر الكرة من تحت اول ما هيباصي الكرة اللي هتبص دول اتنين سنتربا كما تيجي تبص على الفريم اللي بعده مش هتلاقي اي حد من الباكات موجودين على طول بيطيره فهنا الخطورة اللي هتبقى موجودة دايما على النادي ميدياما النادي الاهلي اول ما يقطع الكرة يلعب على طول الكرة عليها الراجل اول ما لعب الكرة السكن بول نزلت بعشوائية كبيرة جدا مفيش شكل ولا اي حاجة الكرة اول ما تنزل الكرة التانية راجل هيلعبها للعيب رقم عشرة اللي لازم النادي الاهلي ياخد باله منه لان الراجل ده مماس جدا في الواحد على واحد فلازم النادي الاهلي يخطوطه كلها تبقى متقاربة من بعض النادي الاهلي هيبقى عنده مشكلة في الانسابية وفي ان الكرة ده بمتبقى موجودة على الارض فده اللي لازم النادي الاهلي ياخد باله منه